اهلا بكم في حساة مغربية لم تتوقف ردود الفعل الغاضبة في الجزائر على تصريحات السفير الفرنسية السابق جزافييد غيونكار والتي توقع فيها انهيار النظام في الجزائر وانعكاس ذلك على فرنسا بسقوط الجمهورية الخامسة واعتبرت العديد من الاوساط الجزائرية هذه التصريحات محاولة يمينية للتعكير على العلاقات بين الجزائر وفرنسا وذلك في سياق صراع فرنسي داخلي يراد أن تكون الجزائر وقودا له أما رد الفعل السياسي الأول فجاء من رئيس مجلس الأمة الجزائري سالح قجيل الذي اعتبر تصريحات السفير الفرنسية السابق بأنها تعبير عن بقاء الاستعمار التي لا تزال تعمل لإبقاء الوصائها السفير الفرنسي السابق بالجزائر يتجاوز الحدود الحمراء في الدبلوماسية ويشن هجوما غير مبرر على الجزائر في مقال نشرته جريدة لوفيغارو الفرنسية جزافي دريانكور زعم أن الجزائر الجديدة بصدد الانهيار وتجر فرنسا معها في طريقها للانهيار بشكل أقوى من تسبب الأزمة الجزائرية في سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة عام 1958 مجلس الأمة المؤسسة الثانية في الجزائر ردت بقوة على هذه التصريحات التي وصفتها بالمستفزة حقيقة في سنة 58 تحت الجمهورية الرابعة ولكني تحت من خلال النضال والكفاح لشعب الجزائر والثورة المجيدة موش فقط الجمهورية الرابعة لتحت ست حكومات مدة سبع سنوات ونصف لتحت تصريحات السفير الفرنسي السابق بالجزائر اعتبرها مراقبون تجاوزا يفضح الحقد الدفين ضد مؤسسات الدولة مؤكدين على أن الجزائر تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية بتهمة الإساءة تصريحات استفزازية وأنها قذف ومساس باعتبار الجمهورية الجزائرية ويمكن أن تترطب عليها متابعات ضده هنا في الجزائر وهناك حتى داخل الأراضي الفرنسية لأن التوجه الجديد للجزائر الجديدة يظهر أنه بدأ يزعج الأوساط الاستعمارية التي لا زالت تحن لنظرة الاستعمار السابقة ولم تهضم بعد أن الجزائر الآن تتعامل بندية تامة وبسيادة كاملة وذهب دريونكور بعيدا في التطاول على رموز الدولة الجزائرية مؤكدا بأن الواقع الجزائري ليس كما يرسم بعد سقوط نظام بوتفليقة عام 2019 حيث أظهر النظام الجزائري حسبه وجهه الحقيقي كنظام عسكري مدرب على أساليب الاتحاد السوفيتي السابقي بشكل وحشي وغير مبال وفق تصريحاته ردت الجزائر على تصريحات السفير الفرنسي السابقي بلسان الرجل الثاني في البلاد الذي أكد بأن بقايا الاستعمار الفرنسي تحن إلى ماضيها المقيت داعيا إلى التجند صفا واحدا ضد عداء الوطن الذين يحقدون على ما تحقق حتى الآن في الجزائر الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون حسب تصريحاته كريم قندولي قناة الغد الجزائر نبدأ في هذا النقاش الآن ونرحب بضيفنا معنا من الجزائر الدكتور عبد الرزق صغور أستاذ العلوم السياسية في جماعات الجزائر دكتور صغور أهلا بك معنا كما أرحب أيضا من فرنسا بضيفنا من هناك تحديد من باريس الأستاذ علاء الدين بنشار الكاتب والمختص بشأن الفرنسي أهلا بك معنا أستاذ علاء الدين أبدأ معك دكتور عبد الرزق يعني في الوقت الذي تحاول فيها الجزائر وفرنسا ترميم هذه العلاقات وإعادة التهدئة بعد كل هذا التوتر يخرج ديبلوماسي سابق تحديد أن السفير الفرنسي السابق في الجزائر ليخرج بعنوان خطير ومقال في جريدة أو صحيفة كيف تلقيتم ذلك في الجزائر وكيف تقرؤون هذه التصريحات من ديبلوماسي سابق عاش في الجزائر ولن هذا الديبلوماسي الآن هو سابق يعني معناها متقاعد معناها أنه يتمهامه كسفير في الجزائر هذا السفير اللي هو إكزافيدي القر كان أصدر كتاباً في الثانوان وعشرين هو الأنوان التعو لينيقب مع الجريعة باللغة العربية للغز الجزائري وفي هذه الكتاب تكلم عن كل هذه الأشياء يعني ليس بجديد عليها ونفس الشيء السافر اللي كان قبله يعني باجولي لمدير المخابرات يعني هذا الكلام ليس بجديد لكن الشيء المهم في هذا الوقت بالذات نقول بأنه لأنه الرئيس تبون كان قام بلقاء وبيستجواء بعريطة أو في جارية الفيكارو نفس الشيء نعم نعم في هذا اللقاء الرئيس تبون كان قد أعلن بأنه في مطلع 2023 سيقوم بزيارة الدولة إلى فرنسا هنا بيت القصيد لما الرئيس تبون يقول سأزور فرنسا بزيارة الدولة معناها أنه اللوبي المعادي للجزائر بدأ يتعرك هذا اللوبي لا يريد للعلاقات الجزائرية الفرنسية أنها تتحسن ومن هنا نظن بأنه اليوم يعني ليس بجديد قلت الكلام هذا قالوا إكزافيق قالوا في كتاب ولكتاب يباع التفسق الجزائري لهو ما يسمى باللوز الجزائري إذن نظن اليوم هو إعادة تحريك الوضع ومحاولة لإثارة الرعي العام اليميني الفرنسي ضد الزيارة الجزائرية الفرنسية الحالية الآن لأنه كلنا نعرف بأنه ماكرون والرئيس تبون تقريب كل من رئيس رحوا بأنهم مصدقاء وعندهم علاقات ودية وعلاقات إيجابية مع بعضهم البعض الآن نظن بأنه فرنسا موقفها من الجزائر الموقف أقول فرنسا الرسمية ما لنتكلم عنه هي فرنسا الرسمية أما إكزافيق فهو الآن ليس بشخص رسمي وليس بشخص مؤسسي كان سابقا واليوم هو يتكلم ومنحقه يتكلم ويقول ما والكلام اللي قالوا إكزافيق الحقيقة هو كلام رغبوي لما يقول بأن الجزائريين سوف يذهبون إلى فرنسا الجزائرين أخرجوا فرنسا كيفاش يذهبون فرنسا الآن لكن ننسى أن خمس مليون جزائريين موجود في فرنسا حاليا دعنا ننتقل للأستاذ على الدين من باريس تفضل قبل أن نذهب إلى الأستاذ على الدين سبحاني كان أكثر من خمس مليون من أصل الجزائري وجزائري في فرنسا صحي هذا صحي هذا ما قلتم والكثير منهم يحمل هذا ما قلتم لا تقول بأن الجزائريين في فرنسا يحملون الجزائرين في فرنسا ولكنهم جزائريين في الأصل عموما دعني أذهب إلى الأستاذ على الدين جزائريين طيب والرئيس الجزائري في أحد المقابلات قال لن أسمح عندنا جزائريين لدينا جزائريين في فرنسا وهم أبناؤنا ولن نسمح فيهم دعني أنتقل أستاذ على الدين أستاذ على الدين السفير الفرنسي جزافي عمل في الجزائر لفترتين يعني فترتين ونادر ما يحدث في الدبلوماسية أن يكون سفير في أن يذهب هذا السفير إلى نفس البلد لولايتين لمرتين أن يصدر كلام مماثل عن دبلوماسي سابق كيف تنظرون إليه وكيف تناولته الأوساط السياسية في فرنسا نعم في الواقع جزافي دريونكور كما ذكرت عمل لفترتين ربما تقريبا ثماني سنوات في المجمل مفترض أنه يعرف الجزائر والجزائريين ولديه علاقات طيبة ولكنه كلامه كان بعيدا عن الدبلوماسية خصوصا ما تساؤلاتي حول توقيت هذه المقالات طبعا هو لم يعد في الدبلوماسية ولكن هناك واجب التحفظ على الأقل إذا كانت لديه ربما تصفير حسابات مع النظام في الجزائر أو مع السلطة في الجزائر لأنه الفترة الأخيرة التي عمل فيها كان في فترة الحراك الشعبي وكانت كان ربما على خلاف مع بعض الأعضاء السلطة في الجزائر آنذاك وهو يريد تصفية الحسابات من خلال استعمال الصحف الفرنسية فلهذا هو بعيد عن الدبلوماسية هنا في فرنسا لم يتم تناول هذا الموضوع تماما لأنه لأن الشخص بات بعيدا عن الدبلوماسية وهناك حرية رأي ولكنه في الواقع يزعج السلطات الفرنسية لأن الجدل الذي ثار حول تصريحات جزافي دريونكور كما ذكر الضيف ما قاله دريونكور ليس بالجديد ورد في كتابه اللغز الجزائري ربما ورد في الصحيفة الآن في هذا الوقت أنا باعتقادي أن تصريحات رئيس بجلس الأوماكان من الممكن أعطى ربما زخم لهذا الشخص الذي يحاول حاول في عدة مرات أن يتقرب من الوسائل الإعلام الفرنسية للترويج لكتابه لكن كتابه لم يرقى رواجا كبيرا الآن بعد أن صار الجدل ربما هذا يخدمه نوعا ما هل تتفق مع الأستاذ عبد الرزق عندما قال أن هذا يأتي ردا على المقابلة التي أجرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون مع المسؤول الثاني في صحيفة لفيقارو قبل أيام ربما ولكن صحيفة لفيقارو ربما لأنها أعطت المجال للرئيس الجزائري وهذا كان ننتقد هنا في فرنسا من طرف اليمين واليمين المتطرف جاء بعد هذا مقال يتحدث عن الحريات عن ممارسة السلطة الجزائرية بعد الحراك الشعبي وعن الجزائر الجديدة ربما من أجل الموازنة ولكن هذا ربما أيضا يطرح تساؤلات بالنسبة للجزائر لأن صحيفة لفيقارو في الواقع هي صحيفة يمينية وفي الآوينة الأخيرة تجهت نحو أقصى اليمين هناك العديد من الصحف الفرنسية المعتدلة نوعا ما أو المقربة من اليسار كان من الممكن اختيار أي صحيفة للحديث معها ولكن اختيار صحيفة لفيقارو باعتقاد أن دائرة المحيطة بالرئيس عبد المجيد تابون وربما كان عليها أن تختار صحيفة أخرى لأن صحيفة لفيقارو هنا في فرنسا معروف أنها انحرفت يمينا إلى أقصى اليمين هي التي روجت للشخص زمور العنصري الفاشي وبالتالي اختيار صحيفة لفيقارو لم يكن وفقا ولكن في الواقع هذا دريونكور هو في الواقع نكرة ولا يعترف به هنا في فرنسا طيب دكتور عبد الرزق إذا كان كما يقول ضيفنا يعني أن دريونكور كزافي دريونكور السفير السابق إذا كان نكرة ربما وجهة نظر غير مسموعة في فرنسا لماذا رئيس مجلس الأمة يرد عليه؟ لماذا هذا الرجل المسؤول الثاني في الدولة هو من يرد على كزافي؟ لا هو بالطبع أنه في الحقيقة الجزائر الرسمية هو رئيس الجمهورية وزير الخارجية هو المسؤول على مثلها كذا ردود أيضا هناك ناتقا سمي باسم رئيس الجمهورية وبالتالي نظر أن مجلس الأمة هو سلطة تشريعية صحيح أنه دستوري هو الشخصية الثانية ولكن فعليا هو رئيس سلطة تشريعية وليست سلطة تنفيذية ومن هنا الرد لا ننسى أبدا أنه سيد محمد صالح أقوجيل هو مجاهد من الرحيل الأول في الثورة الجزائرية لا ننسى أبدا أنه له ماضي وتاريخ كبير في مقارعة الفرنسية للاستعمار الفرنسي وبالتالي نظم أنه رد الفعل كان أولا كمجاهد رد الفعل كان كشخصية وطنية ثم كبرلمان كمؤسسات شريعية وهو مجلس الأمة نظم أنه الجانب الرسمي في الدولة وهي وزارة الخارجية وهي رئاسة الجمهورية لن تصدرها أي بيان ولكن كما قلت في السابق أنه نظم أنه اليابين الفرنسي المتطرف ليس سعيد بزيار الدولة لرئيس جزائري في هذه المرحلة ليس بسعيد بالتقارب الكبير بين رئيس الفرنسي ورئيس الجزائري ليس بسعيد بعودة حل مشكلة الفيزا مشكلة إيجاه الفيزا بين الجزائري وفرنسا ليس بسعيد أن الجزائري تتحرك ديبلوماسية حتى المعاشرة إلى الاتحاد السوفيتي هنا هو الاتحاد السوفيتي الآن الآن ربما الحرب الروسية الأوكرانية تحاول هذه النكرة أن يستغل الوضع الدولي يستغل الوضع الأفريقي حتى ربما كما قال الزبيل من فرنسا ربما أراد أن يعطي لنفسه مجال ويعطي لنفسه مكانه ولكن أعتقد أنه حتى هنا في الجزائري بغض النظر عن رئيس فجلسلومة والإعلام فإنه يبقى شخصنا يبقى ناكرة والمشكلة الحقيقة لهذا الشخص هو مع رئيس فرنسا مع ماكرون لما نهالوا المهام من الجزائر وحالوا إلى التقاعد فهو كان يعتقد أنه سوف يبقى السافير في الجزائر أكيد أنه عنده معلومات أكيد أنه عنده علاقات في الجزائر أكيد أنه هيحرف كثير عن الجزائر ولكن هذا ما يعطي لنهوش الحق أنه يتكلم على دولة عندها سيادتها وعلى دولة القادرة اليوم وغدا أنها تقيم علاقات مع عقود الدول في العالم وعندها علاقاتها مع الدول الأخرى ومن هنا نظر بأنه يصطاد في المياه العاكرة لا غيره أستاذ علاء الدين كانت هناك تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تابون قبل أيام قال فيها أن فرنسا لا يجب عليها أن تنظر إلى الجزائر ما قبل جزائر ما قبل 1962 ولكن الجزائر اليوم قوة في إفريقيا كما أن فرنسا قوة في أوروبا والجزائر ستتعامل بفرنسا الند بالند عندما يتحدثوا هذا السفير السابق بهذه الطريقة عن الجزائر هل هو ربما نظرة عدائية شخصية منه هو للجزائر ربما من ورائه نظرة ربما أطراف سياسية في الإليزي أيضا باعتقادي أنه الشخص ذكرت لك كان في مرحلة انتقالية في الجزائر وربما خرج مطرودا نوعا ما لأنه كانت هناك عدة تحفظات على تصرفاته ولقاءاته بان الحراك ربما يحاول أن يصفي الحسابات لا نعرف مويله السياسية على أساس أنه دبلوماسي وعمل مع جميع التيارات يسارا ويمينا قد تكون له ميولات يمينية محافظة أو معادية للجزائر ولكن في النهاية ما قاله لا يعبر إلا عن نفسه أو يعبر عن شريحة قد تكون شريحة هي أقلية في فرنسا ومازالت يعني عندما يذكر رسم الجزائر تقوم قائمة ولكن لنكن إيجابيين أن ما حدث من توقيع اتفاق الجزائر بين الرئيسين تبون وماكرون في الواقع وضع حدا لأزمة دبلوماسية كبيرة بين الجزائر وفرنسا كان الرئيس ماكرون قد نقل عنه تصريحات غير لائقة والجزائر أيضا كانت قالت كلام عن الاستعمار الفرنسي وعن التدخلات الفرنسية في مالي وغيرها طبع اعتقادي أن هذه الصفحة قد طويت والآن هناك توجه إيجابي في هذه العلاقات الجزائر بحاجة إلى فرنسا فرنسا بحاجة إلى الجزائر أيضا في منطقة الساحل والجزائر أيضا بحاجة إلى فرنسا التي تعتبر البلد الأقوى حاليا في الاتحاد الأوروبي على اعتبار أن سيدة ميركن لم تعد في ألمانيا هذا ما يجب التركيز عليه دون نسيان قالها الرئيسان الجزائري عبد المجيد تابون وماكرون أنه في الجزائر وفي فرنسا هناك أطراف ما زالت متشبثة بالماضي ولديها ربما النواية غير صادقة سواء في الجزائر ما زال التعامل مع فرنسا على أساس أنها استعمار فقط وماضي استعماري في الواقع هناك الكثير من الفرنسيين ممن ساعدوا الثورة الجزائرية وعندما يتحدث كزافي دريانكور لا يعبر عن رأي الإليزي ولا عن الفرنسيين هو قد يكون أقلية صغيرة وعندما يتحدث بعض الجزائريين هنا وهناك من أجل انتقاد فرنسا دائما وأبدا هذا لا يعبر عن رأي السلطة في الجزائر أو الجزائرين الذين يريدون علاقات ندية وعلاقات صداقة وتعاون لأن التاريخ والمستقبل وأيضا الإرث والبشري في الضفتين والمستقبل هو للجزائر وفرنسا إذا كان هناك احترام متبادل فلا ضيم ولا مشكلة أن تكون علاقات ودية إلا ما صدر من تصريحات رسمية فيتم التعامل معها حسب محتواها وحسب ما وردت في سياقه دكتور عبد الرازق عندما يرد على هذه التصريحات رئيس مجلس الأمة هل تعتقد أنه ستطالب الجزائر باعتذار من فرنسا بسبب هذه التصريحات التي اعتبرت في الجزائر غير ديبلوماسية هدى من جهة ومن جهة أخرى هل يمكن أن تؤثر على زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الجزائري إلى فرنسا للحديث عن الذاكرة وأيضا عن المصالحة الفرنسية الجزائرية لا أبدا بالنسبة إلى تصريحات هذا الشخص تبقى تصريحات شخصية ذاتية رغبوية انتقامية يبقى عمل فردي وليس مؤسسي ولا يخضع للدولة الفرنسية ولا لمؤسسة الفرنسية سواء كانت الاستبريشمنت أو الإيريزي وغيره وبالتالي لا أعتقد أنه يؤثر أي تأثير ولا أعتقد أن الدولة الجزائرية سوف تطالب بشيء من هذا القبيل بالنسبة لزيارة الرئيس نظر أن الرئيس تبون زيارة أكيد أنها مخططة أنها مبرمجة أكيد أنها متفق عليها بين الرئيس الفرنسي ورئيس الجزائري متفق عليها بين الدولة الفرنسية والدولة الجزائرية وبالتالي ليس هناك شك أبدا في أن تؤثر عليها مثل هذه الخزاملات وبالتالي نظن بأنه ماكرو كان زار الجزائر وجاء بوفد حكومي كبير وجاء الوزير الأول الفرنسي وجاء به حكومة فرنسا كل هذه الجزائر وبالتالي الفرنسيين الآن هم في حاجة إلى تطوير علاقتهم مع الجزائر الجزائر أيضا في حاجة إلى تطوير علاقتهم مع فرنسا فيها قضايا شائكة فيها قضايا معقدة فيها قضايا عالقة أكيد أنه كل مرة تحل أو تناقش وتحاور حولها وبالتالي اليوم نظم بأنه ليس هناك ما يحكر العلاقة بين الدولتين ليس هناك ما يحكر بين العلاقة بين الرئيسين وإنما هذا شخص ربما كان من الأجر أن لا نرد عنه أصلا وأن لا نرد حيما أكثر من قيمته ونعتبره بالشخص ناكرة كما قال السبيل طيب أستاذ علاء الدين كانت هناك تصريحات لرئيس الفرنسي قام بمقابلة مع أحد الجرائد الفرنسية طبعا لم يتطرق لهذا الموضوع ولكن قال أننا نأمل أن تكون هذه الزيارة لرئيس الجزائري إلى فرنسا في مطلع 2023 وبالتالي سنتحدث فيها عن المصالحة وعن الذاكرة ولكن قال مرة أخرى أنا لست مجبرا ولا أقدم اعتذارا إلى الجزائر عن الاستعمار كيف تقرأ هذه التصريحات نعم يعني الرئيس الفرنسي يعرف حجم ملف الجزائر وحجم التاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية فلن يذهب إلى حد الاعتذار ولكن هناك خطوات عملية قام بها ماكرون ربما هي الخطوات الأكبر من رئيس جمهورية فيما يخص فتح علاقة جديدة مع الجزائر كان هناك اعتراف ب قتل موريس أودان إرجاع الجماجم فيما يخص قمع الجزائريين في باريس قتل مناظلين جزائريين حتى السلطة الجزائرية تحدثت عن أنه نصف اعتذار هناك أيضا ملفات مفتوحة هناك لجنة من التاريخيين الجزائريين والفرنسيين للحديث عن أيضا التجارب النووية هناك ملفات مفتوحة ولكن يجب أن تبقى النظرة موجهة إلى المستقبل من أجل أن إعادة بناء هذه العلاقات على أسس تخدم الشباب وعدم العيش في الماضي عمليا تفضلي انتهى وقت هذه المقابلة شكرا جزيلا لك ضيفنا من باريس الأستاذ علاء الدين بنجار الكاتب والمختص في شان الفرنسي كما أشكر أيضا ضيفنا من الجزائر دكتور عبد الراسق صغور أستاذ العلم السياسية في جامعات الجزائر ضيفنا شكرا جزيلا لكم حسدنا المغاربية متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل نقص مواد أساسية في تونس بين اتهامات الصعيد لأطراف بفتعالها وتحذيرات من انهيار الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر